موسيقى موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير وسلام بكم شاهدين الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامج هذا المساء نضمت وزارة البيئة والتنمية المستدمة مؤخرا حملة للبذر الجوي بتعاون مع وزارة الدفاع الوطني موثلة في القوات الجوية هذه الحملة تهدف إلى بذر عدة عينات من الأشجار في مناطق متفرقة من البلاد في هذه الحلقة نتناول هذه الحملة وما أهمية البذر الجوي في المحافظة على المناخ ومحاربة التصحري وآفاته قبل أن نبدأ نقاشنا في هذه الحلقة نتابع هذا العصر التمهيدية الذي عادته زميل زهراء حمود نعود بعده بحول الله موسيقى سعيا لإعادة تأهيل الوسط الطبيعي في بلادنا والذي عانى خلال السنوات الأخيرة من انتشار التصحر أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش الجوي حملة بذر جوي للاستفادة من الأمطار التي شهدتها مناطق واسعة من بلدنا خلال الخارف الحالي وتستفيد من عملية البذر هذه 19.600 كم مربع تعاني تصحرا خطيرا الأمر الذي دفع بلادنا لإطلاق عمليات البذر الجوي ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة لعام 2022 القائمون على هذه العملية يأملون أن تساعد في تثبيت الرمال في جنوب موريتانيا وشمالها وتقلصت المساحات الغابية في عموم التراب الوطني بنسبة 42% إضافة إلى انجراف الغطاء النباتي أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد يسعدني أن أرحب بضيف هذه الحلقة وهم سادة سيد محمد عبد الله والسلم مدير حماية واستعادة الأنواع والوساط بوزارة البيئة والتنمية المستديم أهلا وسهلا بكم سيد مدير شكرا جزيلا لكم على قول الدعوة السيد محمد وليحظيه مهندس غابات رئيس منظمة استطلاع وتسير الموارد الطبيعية أهلا وسهلا بكم سيد مدير شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة سيد مدير أولا ما هو البذر الجوي وما هي هذه الحملة التي نظمتم بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني مثلا في القوات الجوية شكرا جزيلا لأعادة تأهيل النظر البيئية المتدهرة وبلدنا بصفة عامة معنبة بالجفاف وبالتصحر ويكصف هذه وسيلة من الوسائل التي تجعل الغطاء النباتي يتنامى ويكثر ويكصفها بما أن الشجرة هي رأس السلسلة الغذائية يبدأ من فهم تكون النظم البيئية ويعاد تأهيل الوساط البيئي بصفة عامة إذن البذر الجوي هو وسيلة أساسية واحدة من أهم الوسائل لعادة تأهيل النظر البيئية واستعاد الأنواع ونظر البيئية طيب هذه الحملة اللي نظمت وشين هي المناطق اللي تستهدف وشين هي العينات اللي بذرتوا فيها هذه الحملة وعدلت في شمال ترارزا وجنوب إنشيري وجنوب أدرار والعينات اللي اللي يستعملوا فيها هما شجار محلية تيشط تيشط المدار منها 2200 كيلوغرام والطلح الرتمة منها 1000 كيلوغرام ومركبه 23 كيلوغرام هذه العينات ثلاثة عينات محلية وملائمة للمنطقة اللي انداروا فيها والفترة اللي انداروا فيها فترة ملائمة وهم احتمال كبير أنهم يساهموا في تكوين النظر البيئية وعدتها إلى النواع في هذه المنطقة اللي اندار في هذا البذر الجوي طيب أستاذ أنتم ترأسون منظمة مهتمة باستصلاح وتسير الموارد الطبيعية الحشة ما تمثلكم هذه الحملة هذه الحملة اللي حملت بادر جوي واسعة نطاق ثلاث مناطق متفرقة من البلاد تعاني تصحورا ما تمثلكم هذه الحملة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نعم هذه الحملة حملة مفيدة لغاية كيف قال لكم مدير على انها لعادة تأهيل المناطق الهشة اللي ما يقدروا تصلى ولا يمسكونة يعني وعيرها شوي وعيرها حتى ما يقدروا تصلى ولا فهم عندها ساكنة له يعامل معهم من أجل كانهم يعيدوا يعيدوا تشجير هاي المنطقة ولا بحر من الرمال يسحف ترفدوا الرياح به اللي هي هي العضو اللي يرفدها هذا هو إذن ذي المنطقة هي دائما تقود المنطقة المستهدفة ولينو عدلت مرسل أولى لحماية طريق الأمل طريق الأمل كانت فهم كانت وزارة المزارة المكلفة بالغابات أنا ذاك قبضت مشروع إن قالوا مشروع تثبيت الرمال وكان يشتغل مع المناومات الاهلية ويشتغل مع الناس وعدلت تشجير من أجل تثبيت الرمال اللي على حواشي للطريق يقير ذا هو لك ما حل مشكلة به اللي الماشي مع الطريق يفهم على أن يشوف عن ذاك لحزيمة الخضراء اللي وعدت الحماية عن الرمال اللي جيهم تسحف عليهم إلينا جاء البذر الجوي من أجل يكانوا يعود يكافح الرمال من قد مصدرهم هذا هو الطريقة اللي ننظر بها عنها رواية مفيدة للغاية وعليها تشجع وعليها تعود أمري في الحقيقة تجبع الغطاء السياسي والدعم السياسي والمادي والمعنوي اللازم إلى أن تعود كل المناطق الوعيرة عندنا يعود وعدل فيها واضح سيد مدير هذا البذر الجوي للعملية نظم تطارك هي عملية روتينية كل عام والله جديدة البذر الجوي عنده تاريخ لأنه بدء 1992 وكانوا يعدل سنويا إلى 2010 معنى أنه هو 18 سنة كان دائما تعدل عدل هذا البذر الجوي بالتعاون مع القوات الجوية ومن 2010 إلى 2022 توقف ذاك البذر الجوي ومعناها إعادة ضرك وتعداله من جديد لا هي يسمح لتكميلة الآليات التي تعدل لإعادة تأهيل النظمة البيئية لأن التشجير عنده عدة طرق يقد يعدل مشاتل تربيش من صدرها مشتل ومن بعد تديروه في البيذر الميانة ويندار فيها وقد قد تعدل البذر اليدوي يقال هذا يعدل بليدات كيف قال محمد يحضيه يعدل بليدات موصولها وهم ساكي نحتها يعدل بليدات موصولها وبليدات صعبة الآلية الأشبه للتكوين النظمة البيئية إلا البذر الجوي طيب هذا البذر الجوي نتائجه انتما استادرت به مناطق كانت معايير معينة لأساس استادرت هذه المناطق وشينه نتيجة البذر الجوي وأنت مثلا ننتظر نتيجته وشينه آلية المتابعة المتابعة بصفة عامة للنظمة البيئية تكوينهم والله تدهورهم يعترى وصول وصولهم مثلا بليد موصولها سهل وصولها يقدوا يعدلوا طرق تقليدية لمتابعة الغطاء النباتي يعدوا الانواع وينعدوا قدر من الآليات نعرفوا شينية حالة حالة النظام البيئي ووقت معين وعاقب فترة من الزمن نرجعوا لنفس المنطقة ونستعملوا نفس هذا نعرفوا كان كان نظام البيئي تكون والله تدهور بما أن هذا البذر الجوي يعدل في مناطق صعبة آلية المراقبة التي مستعملة فيها هي الصور الجوية معناها ضرق حالا أذناء البذر الجوي اللي يعدل في هذه الحملة اللي غطات منطقة غطات 19.600 كيلو متر مربع في هذه المناطق اللي قتلكم اللي قتلكم منها شمال ترالزو وجنوب إنشيري وجنوب أدرال هذه المنطقة نقبل منها الصور الصور الجوية الصور في لحظة رمي العينة ويقول معالجتلك الصور لا يتسمحنا معرفة نسبة الغطاء الجوي في هذه المنطقة ويقول تسمحنا إلي عادهم أشجار والله إلي عاد فهم نباتات يقول تسمحنا معالجتهم نعرفوا نعرفوا كميتهم أنواعهم أنواعهم صعبة علي فهم نعرفوا نعرفوا المساحة اللي غطوا وبذلك الصيف ينين تعدل هاي العملية عاقب السنة والله السنتين ولا عاقب فترة معينة يقول تقارن وينقبضوا الصور وفي نفس المنطقة يقول يقارنوا بذي الصور اللي ينقبضوا وبذلك نعرفوا بمنظرة كان الغطاء النباتي منه تكون ازداد والله زاد ما ازداد وبذلك صيف نعرفوا نتيجة يقير هذه النتيجة كيف قال محمد فهات ظهرت لأن ما بين بوتيليميت ونوكشوت اللي قطوا عدل فيه بذر جوي أظهر بأنه النظام البيئي تكون والاشجار كثروا وين يكثروا الأشجار يكثروا الكائنات الحية اللي اللي في النظام البيئي واللي يكونوا النظام البيئي في هاو المناطق اللي معروفة بالجفاف ومعروفة بقلة قلة قلة المطار وقلة الحيوانات اللي اللي عيشوا فيها واضح أستاذ محمد هذي الأشجار بشكل عام وهذي العينات اللي رمات الوزارة بالتعاون مع الوزارة الدفاع طبعاً شن هي نتيجتها مثلاً للوساط البيئي في حالة قاع وجدت منها عينات هاك منطقة معينة شن هي فايدتها للوساط البيئي وكيف ستتساهم في المحافظة على البيئة شكراً جزيلاً شفت هذو الانواع على الثلاثة اللي انداروه في هذي المنطقة اللي هو تقريباً تشط وطلح ومركبة هذو نباتات قابلنا بعيد اعتبار جميع النظم والكيفية اللي قد من خلالها كيف يثبت بها من المركبة النبتة عايدة هي عشبية يعقير الحياة الدائمة ذي النبتة العشبية تكمش طراب الرمال تكمشها وتتكاثر هي مولبة العجلة معناها انها لا تتعيد هي بدر مفسها في المنطقة انها تحتل المناطق على المساحة اصدار الطلح واصدار اصدار اصدار تيشط هذو شي من الاشجار اللي مذميرة مذميرة ورعاوية في نفس الوقت وكل واحدة منهم مرتبط بها من الكائنات الحية اللي عنده منهم تكثر لها يتعدل نظام بيئي جديد ولا يعود وسط فيه شكل من النظوم اللي اللي متكيفة مع حالتها مع وسطها وبذيك الصورة عندما يخلق التكيف ليخلق الحياة بيطلح جيد المراعي وطلح فيها في الشمنة في الشمنة بذرتو تعدل يعالج بها الدوج يعالج بها الجوف يعالج بها يوسم المراد طبيعيا وتقليديا وهي لنفسها ورقها مغذي حتى عندو 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 تغذية متينة وزيدة ذال إذا نماللي قاع ها غورك النباتاتا كلهم اللي هو صدروا تيشط دورهم بعد قاع هما في ترطيب الهواء ترطيب الهواء يرطبوا الهواء بياللي قال لك عن صدرها واحدة عندها في ترطيب الهواء عندها دور عشر كونجيلاتيرات مقدية في نفس الوقت بالطاقة اللي ما تنضب ومفتحة ينفخوا في الهواء معناها يلين تعود صدرها واحدة عشرة كونجيلاتيرات باش كثر صدر باش كثرنا الوسائل اللي لاهي أولا يبرد يرطبوا الهواء ذال إذا نماللي الهواء المالي يضخوا لا يقدروا يعدل منه روايات اللي يتغذبهم الناس الأخرى ذاليا يعملوا ذا الكربون اللي هو هو اللي فوقنا ويمحمي الأرض المقافة وربما مدير الدراب ذاك اللي بخبار التعجيرات المناخية اللي حكتوا معناتها على أن الصدرائي مهما كانت الصدرائي اللي تقود موجودة في بليدة ذاك الصدرائي دورها أوسع هو من اللي قد رقاش ينتبه له هذا هو واضح طيب سيد مدير أنتم تحدثوا عن المعايير اللي اخترتوا عليها المناطق المناطق وعرة وبحاجة للشجاء نفس الشيء نفس السؤال هذي العينة اخترتوه علي أساس مثلا تيشت مركب الطلح خاصة عن بعض المناطق اللي اذكرتوا حالا صدرقا مع متواجدة فيها النوع من الاشتراك هذا النوع من نصدر متكيف مع المناطق الجافة ويحمل الحرارة ويحمل قلة الأمطار معنى أنهم هما أشجار محلية غير هاي المناطق اللي رميتوا فيها هذة كانت أصلا توجد فيها هاي الأشجار ما حقا أنه فترا فترا سابق ذا شوي وهذا هو اللي يجعل الواقع يسعل عنها مثلا أشجار ما كانت موجودة في منطقات شين هي مثلا احتمالية تعيشها فيها هي في المنطقة هو اللي أخليق أخليق تطور في في الظروف الظروف البيئية اللي عايدة على التغيرات المناخية اللي اللي تنقل الناس كاملين تقول لك تقول لك أن هون كانت جي السحاب وكذا وعقب ذاك عادة عادة تقل من ذاك هذا هو التغيرات المناخية تداعياته يا غير هما هذو هذو الأشجار قادين يتكيفون مع البيئة اللي اندارو فيها احتمالية جميلة حياتهم واردة في المنطقة هي نين تحكم البذرة شبت نين البذرة تتقابل مع السحاب والله تتقابل مع مع شي من الرطوبة وتحكم معناها أن عروقها يمشو في وهذاك عندهم استراتيجية شجار في المناطق الجافة عندهم استراتيجيات يتكيفوا بيها مع الظروف هذا نعمل للشجار أول شي اللي يعدل يطلص عروقي في التربة وهذا لا ينقول شوي كلمة التكملة اللي قال محمد لأن لأن شفت شفت أعلى بالتراب هذو اللي اللي ماشيين والصخرة هم ينين جيها شجرة الأول تعدل فيها تخيطها بأروق ينين تخيطها بأروق لك العروق لا يموتوا ينين يموتوا هما مادة عضوية ذيك المادة العضوية لها يتقرن جوزيئات الرمل عندنا نتكلموا عن تربة عندنا نتكلموا عن تربة ويبدأ ذيك الحال اللي عدلت عدلوا هذو الكائنات لها يسمحوا يسمحوا الكائنات أخرى معناها صدريات أخرى يجو وبيكصيفها يبدأ 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 يتكون تدريجيا معناها الشجرة كيف يفوت يبدأوا هما يحكموا موتهم صعب لا 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 يساهموا في تكوين التربة وينتتكوين التربة شوي من الرطوبة سوهية تسمح للشار الأخرى يبدأ وينتكبروا الواحدة منهم مضال الهذاك وذاك التحت هنين تمشي نينت خرصارك في في أي منطقة من 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 البلد سيرتوف هاو البيدات الجافة حتى نينشوف تحت صدرائه ماو كيف ذاك الموت تحت دائما تحت يعود أخضر ودائما تحت يعود بابلول شوي يعود أشبهه من ذاك البيدات الما فيها ظله لذاك عايد علاج هي الشمس تطلص الشئة على الأرض ذاك الشئة مفيدة إنين تضرب على الشجرة إنين تضرب على الشجرة تعدل شين قالوا عملية البناء الضوي وبذلك يتكون الشجرة والشجرة قادة تعيش برازها أما أما الأشيع يعني تضرب على الأرض مباشرة يعود ما هم شجرة ولا هم هذا إلا عاد هم شوي من من هاي المواد العضوية اللي فهم لا يتحلل ونين يتحلل لا هي هم ذوك المواد العضوية هم اللي سامحين ذوك جزيئات جزيئات التراب الرمل إنهم يبقوا في بلد يتحلوا كل 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 من ذاك الرمل تبكيش هتوحدها ولا أنا يجي الريح شوي تمشي هذا هو أسباب 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 زحف الرمال والتصحر بصيفة عامة إذن ها اختيار هذو هذو الشجار ما هو معدل لهبان لأن هذو هذو الشجار يقدوا يقدوا هي يقدوا يعيشوا في الظروف ضروف الذين ينتقل بذل قادر على الصعر ثانيا environ ثانيا اختيار حرارة الرمل بنفسه حرارة الجو اللي حولها ذال إذن هما استراتيجيتهم كيف قلت له تعتمد على العروق عروق صدرايا هما اللي يكثهم ويكبرهم لون سابق ما تظهر تشوف صدرايا بارقة شوي منها يا قيرينين تخرص طاعتها تلحق العروق ماشيين متمدي عروق هما اللي يكونوا التربة والتربة هي أساس النباتات اللي في النظام بي رائع جدا أستاذ هذه المناطق اللي اللي ارتمت فيها هذه الكميات كبيرة ومناسبة كميات كبيرة كما تفضل السيد مدير إنت مثلا نقدر نشوف نتيجة هذه التربة كم سنة كانها مثلا نفاصل بعدها نفاصل خليب كان نشوفه بعد سنتين أو ثلاثة وإنت نقدر نفهمه عن هذه البذور على حكمة كما تفضل المدير ما شاء الله شفت هو الفرق بين عادة مشكلة النباتات المحلية هو على أنهم نموهم بطيء حتى قد فوت خمس سنوات ستة ما باتوا اللي ينطلعوا لاك بالفوق يقول الاختيار لها والنباتات اللي هم اللي داروا اختيار موفق به اللي أولا مركبة نبتها شبية اللي انتم بترك سابق الشتاء والله بين هون وشتاء لا يطلع نوارتها ولا يتكبر ولا يتعدل بذور ثانية جديدة بهم اللي هما نباتات كيف تقال لكم من المناطق أصلا اللي اللي جافة معناها من المهمات يمتكيفات حتى بعروقهم فيهم شبه مخابر يقدوا يلقصوا لهم يقدوا يستنتجوا لهم يستخلصوا لهم بعض من المواد اللي قال لهم في التربة كيف تلعزوات وكيف بعض المواد اللي هما يقدوا يستلخصوا لهم هما ويعود باش يعود الواحدة منهم موجودة هذه واحدة الثانية شفتوا هذي المناطق كانت مناطق رملية والمناطق الرملية الرمال هذو كيف تلعلب وكيف تزيره ينقال لكم عنهم الليه كيف تبونج إبونج هيت المطلع هاي اللي انت ترحفز البرورت اللي يتمصوا معناها ذيك المنطقة اللي فيها ذوك العلاب والمناطق الرملية اللي جا كامل وما عامل اول وما اول عامل اول راهو مازال مخزون فم موحارك به اللي ما فمش يشاربوا ولا ذم الشي جاذبوا ولا قابوا الفوق ماتت الرايطة الفوقانية من التراب وخلقت خلل وبذيك الصورة جات الرمال وعدلت عليه الشكل من الحركات اللي عادت حركة رملي يدك هي رمال متنقلة كيف تلبرخان ما شبتش عندما يثبتو هاذا كل هما ويقول كيف قالكم به اللي لا ينسسي عن العروق لا يقضوا به اللي هامنتخصوا صحية لين يفوتين يقضوا لا يجبروا النبعة فم وبذيك الصورة لا يعودوا طولهم هما وكبرهم لا يعود اشبه ودهي من انتهم ذكي يعقى الخالق ذاك وسبب اللي قالكم عن عندما ينتعود سنة تقريبا ثانية وما كل سنة الى فاتفينت لا يعدلوا فم بلا يقضوا صور صور اللي تعطيك اولا الحالة البداية الحالة الاولية عندما ينتشوفوا في الصورة السنة الجاية ذاك وهو فم مرايطة خضرة والله ذاك فرق بينهم وبذيك الصورة الذاكية يقدين شاف الى عادة كيفت هاي المنطقة الثانية اللولة دي بينهون ابو تلمين كانت نتيجتها ما كانت عجلانة حتى شوه من 92 حال من 92 إلى 2010 هذك ذيك الساعة اللي اللي الواحد وتوفقى عليه طريقة الامة اللي من هون يرى يشوفه بطريقة واضحة حتى في ذوك القوات عاد فيهم الحياة وعاد فيهم يوسر منه حتى الحيوان هتشوف اللي بقارب وتشوف اللي المنمون جاو به اللي ترابع حياة لهم من جديد بالبذور جبروا قدامهم مخزون من النبعة لا يمكنهم يتنجوا وراجعانها لله يعدوا له إذا رعد هو نفسه هم اللي نتمنى ذلك طيب سيد مدير هذا جرن التغيرات المدينة بشكل عام في بلادنا والتصحر في ذلي طبيعي وفي ذلي بفعل فاعل عدم الاهتمام بالبيئة عدم محافظة على الوسط البيئة وحتى عدم إدراك مواطنين العاديين لأهمية الأشجار وهمية المحافظة عليها واذا ما شاكين عنه عنده خطر عليهم الواحد يقول لك نحن نرحلنا بالنماتين قد نسكنه واذا ما هو فاهم عنه حالة معينة كان هو السبب من الأسباب المباشرة الذي يرحله ويرحله من الواحدة أولا ما هو مستوى تغير المناخي في بلاد حاليا التغيرات المناخية إشكالية عالمية دولية فيها أسباب محلية وأغلبية جاية من الخارج لأن أسباب التغيرات المناخية هي مبيعات غازات تذيئة في غازات المسببة بالاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وذلك نحن ما عندنا من المسبة كبيرة لأن لأن ما عندنا يسمى الصناعة يقول دول الصناعية هي اللي وراء وراء هذا هذا التغير المناخي يقول هذا السبب العام وهذا شينتج منه انتج منه مثلاً واحدة من نتائجه هو قلة الأمطار في هذه المناطق مثلاً بلدنا مثلاً وفي دول المجاوية وفي دول اللي جاية بصفة عامة اللي حول حول الصحراء والساحل وفي دول الساحل إذن شخلك ينين قلوا الأمطار بدء تدهور للنظام بي معناها بدءوا خارقين شمال الشجار كيف قال محمد سابقاً يحتاجوا ماذلاً لمية وخمسين إلى ميتين إلى الاتبية لربعمية مليمتر سنوياً إذن تندقص السحاب إذن تلحق مية وخمسين خالق شمن الشمن الشمال الشجار لاهي يقل ينين يمشقا عيدين قراط وخالقين وحدات خراط يقعدوا متكيفين مع هذي تقلت المطر لاهي يقبلوا بلاسط بلاسط يكلوا ولو ويقصف هذا يقال بلنو تدهور للنظام بي ولاهي يقلوا للشجار ويقصفها إذن تدين عليها العامل البشري من قد قطيع أصدر من قد قلت حماية من قد الحرائق الحرائق والرعي المفرط مثلا الحيوانات يقعدوا ياسرين في منطقة في وقت واحد وفي وقتهم اللي يعود شجرة هي ضعيفة مثلا وقت الجفاء وذلك قطيع أصدر قطيع العراش إياك يغذوا بهم حيواناتهم هذي قد يعودوا وهم مضطرين له لأن لأن ظروف ضعيفة ضعيفة هذا عنده تداعيات علموه مباشرة معنا ميالته يعدل له سياسات تكيفه مع ظاهرة التغيرات المناخية اللي عادت عادت عندهم أنا من خالي قدر المسائل قدر من السياسات اللي تجعلنا نتكيفه مع هذا الظاهرة الجيدة العايدة عن التغيرات المناخية وبالمناسبة قضية تكيف هذا الانواع اللي نتعلم الشجرة عندها قدر من استراتيجيات لتكيفه مع الظاهرة واحدة منهم ان ذاك الشوكة شفتوا؟ شوكة أوراق شوكة هذي ورقة يقدر تكيفه مع الظاهرة الصعبة لأن الورقة ورقة الشجرة فيها بليدات فيها فتاحات اللي هكي فتاحات الجيد نحن هون تتنفس من أولا الشجار المهان نوع من الشجار اللي عن نحن هون هاو الفتاحات قلال ويقصف إذاك يقلل خروج المه من الصدرائه لكن اللي متصط ما يوخى والله يوخى منه شي محدود هاي واحدة لأخرى مساحته إنه يتعط شوكة ما يكيفه ورقة مفتوحة وانه ينتخلص حتى هذو الإشجار وانه ينتخلص مركبه وانه ينتخلص ستيشط وانه ينتخلص هذو اللي هذو اللي زاكاسيا اللي والطلح والوار وتجبارهم أكثر من الشوك من الوراق والورقة إذا جاءت عود صغيرة صغيرة هذا تكيفه مع الظروف ظروف بيئية اللي هي جافة وقلة تلمل هذه المناطق اللي تقلت فيها الأمطار واللي بعض لاحظت كيف قلت قبل عن بعض المسبرتب السكان المنطقة مثلنا أو من عايشة مراحل بتراتي المنطقة كلها كانت تجيهون أسحاب ولا تتجيه عنها تجيه من خمس إيمان وكانت تجيه من أربع إيمان هاذا عنده علاقة بالوساط البيئي بتدهور الوساط البيئي مثلا بتدهور الأشجار على المحافظة على البيئي عنده علاقة بباشرة والله هي شجرة هي اللي وراء الأمطار نسبياً لأنك التبخر اللي أخذ منها هو اللي تكونوا منه نزول وطيح منه اسحاب وطيح منه اسحاب واشتشرة ما تساهم أحد هاللابع بالأمطار تساهم بالتربة صدر نينو عود عنده ونسل كبير الغيطاء النباتي نينو عود ياسر في منطقة تعود التربة كائناً معناها أنك نينجي نسبة معينة من السحاب لا هي تحكم هالتراب ولا هي تسمح الأنواع أخرى تنبت ينين عودوا الإشجار ما هم ياسرين ينين جي السحاب أولاً السحاب لا يتقل أي واحدة والثانية لا هي ذاك اللي جاء منها لا يعود ما هم مفيد للغيطاء النباتي معناها أن الشجرة هي هي رأس رأس السلسلة الغدائية رأس النظام البيئي بصفة عامة وعند منين تنقرط والله تتقل يبدأ تدهور وذلك تدهور لا يتماشي هنا تبقى هنا تبقى هنا تبقى الأرض قاحلة قاحلة وبذلك الصفة الكائنات الحية كاملين اللي عايشين من آكلات الكشم وآكلات اللحم وآكلات اللحم ولوك الكائنات الميكروسكوبية اللي لا يتحللوا المواد كاملين إياك يعودوا مواد عضوية وتمتصهم يمتصوهما العروك ويطلعوا لشجرة الكاملة يقل وبذلك الصفة إلا جاو شعة الشمس اللي هي تضرب مباشرة على التربة وذلك الصفة تحلل الباقي من المواد العضوية وإلا عادتهم رمل اللي هي يبقى جزئات جزئات الرمل صعبة ولا يجيهم شيء من الريح ولا يجيهم شيء يجرفهم وذلك الصفة تبقى إلا عاد صخرة لا يتعد مباشرة وإلا عاد رمال لا يتمشي أستاذ أنتم في مجتمع المدني وجمعيات مهتمة منظمات مهتمة بالغطاء النباتي مهتمة بشكل عام ما هو دوركم في التوعية بهمية هذا اللي ينتحدوا عنه وهمية لشهر وهمية المحافظة على الوسط البيئي جعل المواطن أمام مسئولياته سواء كان مواطن عادي أو مواطن مُنمي أو عنده علاقة بالمجال البيئي ما هو الدور اللي تلعب في هذا الإطار؟ الدور يعني يحوز كبير ومهم حتى اللي بهذه الحالة اللي هي تطلب أولاً معرفة السبب باش يوضح الناس يفهموه وإن قال لك عن الرقاج الناس يفهم الوايد عنه اللي هي الخرط فيه عندما يتفهم ده الرقاج وضع مجموعات اعلن هذا التغيرات المناخية عنها حقيقة يفهموا بعد قاعد شن هو المناخ ويفهموا ذات الطريقة اللي خالق فيه والتكيف اللي ضروري عنه يخلق فيه لا يجوا فاهمين ويتفاعلوا معا بين اللي إحنا مشكلتنا مشكلة اللغة ومشكلة التعبير شيء المناخ هذا هو ميزان من مولانا سبحانه عز وجل متكون من ثلاثة عناصر أساسي واحد منهم شن هو واحد الرياحة اللي دي واحد درش الحرارة واحد كمية السحاب اللي دي هذا الميزان دا قده هو هو اللي يتكون منه الفصول دا ربعة اشتاء بارد والخريف في السحاب والصيف حامي وتيفسكي بديك صورة ضاق اللي كيه هذا الميزان ضاق اللي هو لا يتغير انت اللي يتغير واحد من المكونات والثلاثة ولا أحضر على مستوى العالم عن زيادة درش الحرارة على الطالعة يكو السابق اللي تشوف دائما ينقال لك هالي خمسة واربعين بديدان قاعدين قاعدين خمسين درجة خمسين خمسين درجة بهذا زيادتي الدرجة كدهية معناها الكفة اللي متوالية درجة الحرارة ارتفعت عن بلدها اش لا يخلق لا يخلق تضارب بين كفة انت ذاك التضارب هو التغير المناخ تغير المناخ نقراوه باش باللي هو أولا ما زالت مردة مجهولة باللي داخل فطار الامور اللي ما زالت مجهولة لمستوى المعارف كابلي يقرد اللي هنا قراوه منه شنهو ذي الكتبة اللي تبينت لنا منه الأولى هو لنا نشوفه عن خارقين مناطق كانوا ذابت عندهم عدد من السحاب يجوهم شكلهم وكمياتهم وشكل الرياح والفترات اللي يجو فيهم كيف تقريبا على سبيل المثال احنا كان عندنا الخريف يجي يجي اينت يجي من بداية جوية من نهاية جوان وبه اللي اوالنا كانوا يقولوا يولي الخورة يولي الخورة هم ما يكذبوا به اللي كانت خورة الارض خورة كاملة ويقولوا لا خريف عقب اغشت به اللي اغشت الارض كاملة ونبتت كاملة والأحراض نبت وكل شيء وليه بقى تحضرات الفتشي معناها الاخر يضربوا به المذرقات يضربوا به المذرقات بذيك الصورة اللكية لاجه الطفان عقب ذلك لحده يزيدوا توف وكانت الفترة ذاك اللكية كانت فترة من التشربية 90 يوم ممدودة وتجينا السحاب 20 مليمتر 30 مليمتر 40 مليمتر 50 إلى كدرته وهذا هو السحاب يحملهم طربتنا ترابة اللي عندها ترابة خفيفة تحملها والسحاب اللي هم اظريك ديك الفترة اللكية من القراءة اللول للدرس اللول من القراءة التغيير المناخ شنهو؟ عن ما تقات الفترة ما تقاتل هلت الشهر ما تبدأ من يوليه؟ عادت تقريبا 15 يوم متفرق وعادت ما تبدأ ما معروف من منين؟ عليها طوارق عياد تجيك في ما يعقب ما يسحاب وعياد تجيك اللي وراء غشت وعياد تجيك اللي شهر سبتمبر ولا أكتوبر أي واحدة القراءة الثانية اللي عادت تؤدل فيها لأن كانت تجينا السحاب اللي تنفع عرضنا 40 20 مليمتر اللي احنا عرضنا عرض خفيفة ما يليقى لهذا كل السحاب اللي مانعات عادت تغريب كنتم مانعك عن في شيء اللي قال لك جهت 100 مليمتر 180 مليمتر 200 مليمتر 200 مليمتر 200 مليمتر المربع تخرص الكمية الثقيلة اللي طاحت مباشرة من الأرض معناها أنها كسرت الرايطة الفوغانية من الطراب والرايطة الفوغانية من الطراب ذي اللي ينبت في الأرض شن هو خمس سنتيمترات اللي هو حكماً ذمون هذا اللي هو الفوغانية ذي خمس سنتيمتر ذي تنتحن نهائياً وتمشي وتمشي الأرض بالجرافات لكن السبب اللي مباشرة عاقب ذلك إنه نجبره شن هو ذقر الطربة اللي جرافات اللي أقواجة الجيران اللي عادوا واقعين لأرض كاملة وواش قلت الحريثة بي اللي كانت عندها ذلك الشر وعدوا لمزارعين ما تلاو عن ما يعرفوا المونسي مقاع عينته وعدوا يقبلوا أصلاً عندهم شم البذور كانت تصلاً فوته للتشر والله يقعد اسحابة فوته اللي أخ مستعشر يوم ما تلاو يعرفوا قاع شن هي الصيغة اللي قدوا يعدلوا فيها لكن السبب اللي هذا التكييف هم عادة شن هو تكييف اللي يعود عمل جماعي ما هو عمل الاصدار ولا هو عمل بيئة بس بي اللي يعود تكييف عمل جماعي عمل جماعي معنان فيه من؟ فيه المجتمع المدني فيه التعليم فيه التربية فيه جميع المكونات اللي فيها المجتمع عمر تبطي فيه من أجلاش؟ من أجل كان أنا عرفو شن هي الصيقة اللي يوصل بها المزارع على أنه هو ذا اللي موجود ما هو جاي منه كده يجاي من فعل تغيرات مناخية إحنا مانا السبب لها يعني الواحد من السباب هاللي يخلي طرابه هو ما تعد عندها قطاع يحميها من ذو كسحاب المتنات عنه هو قطاع فيها مصدر معنانه عنه يكري دا يدو معنانه إن قال له أعلن يبين له صاحب الزراعة أعلن هذه الحديث اللي كانت عنده عنها ما تعد صالحة الانتاج به اللي عليها يقبعه شويترة بذره هاني شويترة تعد ليتعد يبلوا إنتاج كلا معنانه يقول صاحب البحث الزراعي هرعني أنا ريت لك البطرة اللي لازم لتواسدك ليقول صاحب الحيوان صاحب البيطاري هي ومعنان الحيوانات الحديثة اللي تعد في فترة هولانية ما تلات كذاش كذاش معنانا لها نغير المرور للحيوانات معنان هذا دور المجتمع المدني دور المجتمع المدني دور المكونات دور المعاونين كاملين هم أعلنهم يخلطوا نهائيا على الشبكة اللي هي الجمعوية اللي تعود هي اللي معنية باش معنية أولا بتشخيص المشاكل اللي موجود منهم معنية بتدقيقهم وتفسير الأمور يعني عودوا العبارات كاملين منطلقين والناس فاهمتهم فهم واحد ويعودوا من اللي الحلول مجبورة معاهم مع الناس اللي تشاور معاهم بتشاور معاهم بهذا يقدروا عدد الله بطريقة شركية سيدي مواضح رائع جداً هذا العرض وتوضيه سيد المدير طيب في القطاع نفس الشيء كان عندكم حملات وعندكم استراتيجية لتوعية المواطنيين محافظة على البيئة تجنب هذا الاستقلال المفرط للبيئة اللي تعود عنده نتائج خطيرة على البيئة بشكل عام وحتى على المجتمع بصفة عامة هم قوانيين يسيروا ضغطاء النباتي بصفة عامة والغابات وهمهم استراتيجيات وننفذوا في بعض المناطق وفيهم هذا التشارك اللي كان يشرح محمد ذاك لأن في الحقيقة ما يقدر يعود كل صدراية وموقفين حدها راجل غابات يحميها لازم هذا من اللي يفرض هذه المقاربة التشاركية ما بين مندبيات وزارة البيئة وتساكنة ويكصف اهم هم هم مقاربة تجعل المواطن وتجعل القرى اللي إحلاهم غطاءات إحلاهم غطاء نباتي مازال مازال لباس بيه إن أعطاهم بعض الصلاحيات المساهمة في تسيير هذا النظار بيه معين قالهم سيروه يسيروه بالتعاون مع المندبيات مندبيات وزارة البيئة اللي في المكان وفيها بليدات نجحوا فيها نجح 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 كيف النمام التساركي؟ كيف النمام التساركي؟ ما هي طبيعته؟ ماذلا؟ ثم مثلا يعود سيروه بعد انتفاقية مثل جالسي جالسي معنى هم هم روابط روابط يعني روابط نعطى محدد لهم منطقة ويخول لهم بعض النشاط بعض النشاط يجدوا يستغلوا منها بعض المواد حسب حسب دراسات أولية تسمح كل نظام البيئي يجدوا يخال منه شي ما حدود شي معروف معناها خارقة كمية من الخشب وكمية من المواد الغير الخشبية ينين تقبلها من هذا النظام البيئي ينين تزيد عليها لها يبدأ شين قالوا تدهر النظام البيئي هذا يعدل حسب دراسات معناها خارقة دراسات أولية تقوم بها الدولة وتقوم بها مع الشركات مع الشركات وبذلك ستعرف ذاللي قد ينقبل من ذا وذاللي قد ما ينقبل ما اختلني البيئي أيوة هيك يعود هو موارد طبيعي قابل للتجديد خارقة موارد طبيعية غير قابل للجديد كيف المناجم وخارقة نظم بخارقة مواد طبيعية موارد طبيعية قابل للتجديد كيف الخشب كيف الأشجار كيف الغابات وكيف مولي السمك كينات الحية بصفة عامة لأنهم عندهم تكاثر قابل للتكاثر وذلك التكاثر ترى طبيعة التربة معناها هنين جي الغابة لا يتعرف حسب التربة اللي فيها وحسب المناخ وحسب المطار وحسب بعض العناصر الطبيعية قد تعرف شي قد ينبتهون وشي قد ينبتهون وشي قد يلحك وحسب التسير الساكشن هو ما تقد تسير شي ما عدت تعرفه تعرف سيره طبيعي يمكن تسيره والسير الطبيعي هو اللي يجي عن طريق الدراسات ويني تعود ينين يقام بدوك الدراسات ينعرف شي قد ينقبض من هذا النظام البي من هاي الغابة والله شي من هذا الغطاء النباتي وش ما يجيد ينقبض يتوافقوا يتوافقوا مع الساكين ومع هذه المنظمات القاعدية على الكمية اللي هيتنقبض سنويا وكيفاش لا يتنقبض يبدأ أولا على مستوهم هما مثلا اللي هيتنقبض والبذور يعني يتقبض فضي المثال البذور البذور ينين تخلي الناس تقبضها آآ أنه بك كامل معناها العدم شمنه شمنه بك لا يتقبضه كامل ما لا يبقى شي قاعدة هايين بتعاقدها معناها معناها أن النظام بيئي ما هو لا يتجدد مزي معناها الكمية من يالتها تعد معروفة ينين تقبض مثلا ماده ماده خرم معناها الصلاحة أنها لا يتقبضها من من صدرائي لا يتقلع تقلع تقلع منها الصلاحة يعني تسوسف هذا كامل لا يتموت الصدرائي ماذا لأن العلك السيرة عنده ملي طرق وعنده تقنيات معناها أن هم معرفة للنظام بيئي هم تكوين الطرق طرق قبيض المواد المواد من هذا وهم ملي التواغط يعطوهم يعطوهم هاي المنظمات بالتوافق مع مع المندوبيات وزارة البيئة وذلك الصيفة إلا عندك شيء ماده ماشي بيها مثلا من النعمة قايس بيها نواكشو وذلك ما عندك ذلك التواغط اللي يعرفه مصدر مصدر هذا هذه الماده الكابض من الغابة لايك تسيزر منك وبحق أنك لايك تلوم ولايك تشبع قدر المشاكل بصفة هم مقاربة هاي التشارك وذلك التشارك وذلك التشارك مع الجماعة فهذا تقطع مراحل والله بالسنوات نجح حتى وبيلدات جدونه لأنه في جانب جانب ثقافي ثقافي بغض هو دور المجتمع للمدني اللي كنت أتحدث عنه هذا 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 التشارك في الإطار والسياسات واضح ومنطقية منطقية منطقية الألية لولا أنك تعود مانع الناس نهائيا من تستفاد منشي هذا القوة العمومية ما يقدر صحبته ما يقدر تمنع الناس ما يقدر لابد من ألية شيني مستوى نجاح وشيني طريقة اللي يقدر نظموا به نجاح لهذه الألية عن مواطنين هم تسيير حي الزغرافي معين مع احترام النظام البيئي شكرا جزيلا على السؤال شفت وزارة البيئة عند استراتيجيات وذلك الاستراتيجيات عند هداف من بينهم الوصول للتسيير معقلا ومستديم للموارد الطبيعية اللي موجودة ومن بينهم الاعتماد على المحليين على الناس المحلية على الساكنة من أجل استقلال لفايدتهم همه ولهم همه والموارد الموجودة كيف تقريبا على سبيل الميذال ننتبه عندكم منطقة عملانا من الحشيش ذي الحشيش ما لا يوكلوا ما هو حيوان الدولة ولا هو داخل فيه لا يوكلوا حيوان الناس الأخرى ذي الحشيش صار كله هو إلينا ما ينحمى من الحرائق ما لا يخلق لا يخلق تدهور في الوسط وتدهور في الأمور كاملة ذي التشاركية اللي ذا هي اللي معدلة وعدلت في القانون اللي خفات خاله من 2007 وكان متباركا يحيى نظريوك قانون الغابات قانون الغابات مدونة الغابات كانت فيها على أن الدولة أنها مستعدة تتنازل الفايدة البلديات الريفية من أجل كانت تتنازل روابط متكونين من عشر قراءة تقريبا في وسط معين اللي يتعدلوا خريضة ويعودوا هما لا يسيروا تسير جماعي جمعوي هذا المساحة الوسط السيروه باش يسيروه باستقلال الموارد اللي فيه ويسيروه بالإصلاحات كامل اللي يتعدل فيه بتشارك مع بعض المشاريع تقريبا في قدماغا وفي الحوض الغربي هذو هما اللي فاتوا عادوا فيهم موجودين هوا الروابط اللي هما أنا تقريبا عندي ارتباط مع مشروع يدخل مع وحدين منهم منذ بيت البيئة هي 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 الإطار المرجعي لهذول هما كاملين معناها نحنا معناها نذي المشروع الله كده وين فوتينيجي لا يدخل مع هذو لا يعود بالمشاركة المباشرة مع المصلحة المندوبية باشاش باش نعرف اللي يعدل شن هو شن هو ذا المستفادة منه الناس مكافحة الجرافات ومكافحة كده وكيف قال لكم المواد الغابوية الغير خشبية مواد أصلا عايشة منهم الناس في الريف فعلا على الوسط انه داخل ضيقه منه داخل ضيقه من مستقلين اللي حمو ومستقلين اللي حمو هاغروا هاغروا ما هم من الجماعة اللي تسوحوا لهم استخدام كميات وعينة هذي ما هذا سمح لهم سلمدير باستخدام كميات وعينة وعدمات ما ما تشكل خطر أنا شفت هذو 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 اللي حمو يستقل له عادة الاحطاب اللي مقبول من من المسح الزراعي اللي يعدل لسيصلاعات زراعية المسواة ترارزة تقريبا لبعض من المناظم والله تعود الدولة عندها واحدة من الغابات اللي ما احميه اصلا وفيها شمن صدر ميت ولا يتعدل لها تنظيف بيولوجي تنظيف سوفي كل من الشي كانت تنظفه لا يتقبلها تنظمه وتعود بل ايش رافع لي عنده مباشرة لا ينقلع منه ذاك ستركام اليابس وذاك اللي ميت وذاك اللي ماهو ذاك اللي ماهو صالح باش تمكن القابة من تتجدد هذا ذي رواي يقير ذا ذا المنظم خالق روايات اخرين ماهي منظمة وداخله في طار الاستقلال المفرط وداخله في استقلال الاستقلال اللي كيف قالكم ايلا ما تقدر الدولة تقبل كل صدرها يدير في بلدها في زرحة صندري من صندر تلسطرباش رحميه عليها التعاون مع المجتمع المدني ومع هالأرض والتنظيمات المحلية ذا التسيير التشارك مع الروابط يمكن من يدعم ذاك الكوة في ذاك الإطار وناجح يختار الدعم ويختار التنمية المستدامة ماهي مؤقتة فارضع عليها من شي تطور دائما تطور الناس فارضع عليها من آليات مستمرة وتعاون مستمرة انتهى حلقة وقت هذه الحلقة اشكركم جزيل الشكر ضيوف هذه الحلقة الكرام مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة برنامجي هذا المساء اشكر باسمكم جزيل الشكر ضيوفها الكرام الذين قدموا توضيحات وشروح واضحة ولأهمية البذر الجوي في المحافظة على الوسط البيئي اشكر باسمكم جزيل الشكر سيد محمد عبدالله والسلم مدير حمايتي واستعادة الأنواع والأوساط بوزارة البيئة والتنمية المستدامة شكرا جزيل لكم السيد المدير سيد محمد وليحظيه مهندس غابات رئيس منظمة استصلاح وتسير الموارد الطبيعية لها شكرا جزيل لكم استاذي انتم مشاهدي الكرام موصول لكم شكرا اشتركوا في القناة نتناول فيها موضوعا اخر اهمونا جميعا اذا ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة